في البداية لأن الشعب المصري مهتم بشكل كبير بوجود الرئيس خلال هذه الساعات في هذا المكان اللي نجلس فيه الآن اللي هو مقر الفيدرالية العليا أعلى غرفة برلمانية في روسيا أعلى من الدومة ويلقاؤوا لكلمة تبحت كلمة رئيس من الداخل أنت الآن وكنا في القاعة يعني كيف تقيم الكلمة وتقدير الموقف اللي الرئيس سيسي شرحوا أمام النواب للمنطقة في الأزمة الليبية الأزمة السورية والقضية الفلسطينية كيف ترى توجهات الرئيس لحل هذه القضايا وكيف استقبل النواب كلمة الرئيس استقبلوا هذا الخديث لسيطة الرئيس أعدى المجلس الفيدرالي بإرتياق مسرور كبير لأن مصر هذا الشيء خاص بنسبة لنا مصر كان أول البلد الأربي وأول البلد الأفريقي لتطوير علاقاتنا مع الكارة الأفريقية ومع العالم الأربي والآن عندنا يعني اختفالات بنسبة لذيكرا 75 سنة لتأسيس العلاقات بيننا وسيد الرئيس لما هو ألقى الكلمة كلمة بالذات بأننا في هذه الأيام نختفل بذيكرا ونرى الفوق الجديد لتطوير علاقات ثنائي وتطوير تشاور بيننا فيما يخص بوضع في شرق الأفصر